اشتركوا في القناة هذا هو المجلد على بركة الله ندخل الى البوك كونترولر وتحديدا الى هذه الاكشن كرييت التي تعمل في الاشتي تي بي بوست ثم الفايل سيأتي في الفيو مودل طبعا لان الكرييت هنا تتعامل مع البوك اضر فيو مودل الذي بدوره يقوم بوضع الملف هنا فبالتالي حين ما نود ان نتعامل مع الملف سنتعامل مع هذا الفايل فهنا احبتي في الله اول شيء سنقوم به سنتحقق من ان الفايل موجود بان هذه المودل تحتوي على فايل بان الاشتي تي بي كويس القادم الذين في الكرييت اكشن تحتوي على الفايل سنقول له اف هذا المودل دوت فايل نوت نال اذا لم يكن نال بمعنى انه هناك ملف سنقوم بحفظه اول شيء سنحتاج الى حفظه في هذا المجلد ابلود وهذا المجلد لكي نتعامل معه لا بد ان نعمل انجكت للسيرفيس الذي يسمح لنا بالتعامل مع الهوستين انفارلمنت وهو الاهوستين انفارلمنت فبالتالي سنأتي اولا الى الكونستركتور وهنا ونقوم بعمل انجكت للسيرفيس هوستين انفارلمنت اي هوستين انفارلمنت ثم كونترول فاسلة من قوطة ونعمل يوزين لهذا النامس بيس مايكروسوفت دوت اسب نتكور دوت هوستين ونسميه مثلا هوستين ثم نحدده ومن هنا نختار create and initialize ليتم انشاؤه وعمل initialize له تم انشاؤه هنا وتم عمل initialize له هنا في الكونستركتور لكي نتعامل معه هذا الابجكت احبت في الله او هذا السيرفيس سيسمح لنا بالوصول الى مجلد الابلود تعالوا بنا نعود الى الكرييت سننشئ فاريب نسمي ابلود يساوي ماذا يساوي باث طبعا الباث هذا هذه الكلاس موجودة في السيستم دوت اي او سأضغط كونترول فاسلة من قوطة وعمل يوزين لهذا النامس بيس ثم دوت واختار كومباين ولكي اصل الى الى مجلد الروت سأدخل الى من خلال الهوستين هذا الفاريب الالذي انشأنا القبيلة قليل ideas هذا هو المسار ثم بعد ذلك سأبحث عن المجلد المسمى uploads الان هذا الفاريب سيحتوي على مصار الوصول الى هذا المجلد ويبروت يمثل مجلد الرؤوس ومجلد الموجود بداخله فنحن نعمل كومباين نقوم بدمج هذا المصار مع اسم هذا المجلد لكي نحصل على مصار الوصول الى هذا المجلد كاملا ثم بعد ذلك سنحتاج الى مصار حفظ الملف هذا الفايل لذلك سأتي هنا قبل إف سأعلن عن متغير أسميه فايل نيم في الأول أتركه فارغا ثم هنا فايل نيم يساوي ماذا؟ يساوي الموديل فايل لأحصل على اسم الملف لو الصور مثلا اسمه فالفايل نيم ستخزن في القيمة بيك بوان بي انجي أو دوت جي بي جي أو ما إلى ذلك فهنا موديل دوت فايل دوت فايل نيم ثم ذلك سأحتاج إلى المصار كاملا سترينج وسميه فول باث يساوي ماذا؟ دائما باث دوت كومبين سأقوم بدمج الابلودز مع الفايل نيم ليتم الحصول على المصار كاملا يعني سيكون المصار هو مثلا الوكال هوست سلاش ابلوز سلاش بيك دوت جي بي جي فاكمبين نقوم بعمل كومبين لهذا الابلودز لهذا الباث لهذا المصار مع اسم الملف ثم على ذلك سأقوم بالحفظ من خلال استداء الفايل بنفسه موديل دوت فايل دوت كوبي تو الميتود كوبي تو تسمح لي بحفظ الملف هنا سيطلب مني فايل ستريم أو أي أوبجيكت ينحضر منه ستريم كلاس باعتبارها بيس كلاس سننشئ فايل ستريم نيو فايل ستريم سأعطيه في المصار الفول باث سأخزن في هذا الفول باث ثم الفايل أكسس سأعطيه الأمر كرييت لأنني أريد أن أنشئ فايل ستريم فول باث فايل أكسس دوت الرايت هنا لا أعتقد أخطأت في الأفرلاود ميتود فايل مود فايل مود دوت كرييت يعني طريقة التعامل مع الملف نريد إنشاءه ما معنى هذا الكلام حبث في الله معنى في الأول أنشأنا فريبا الاسمه فايل نيم لا يحتوي على أي شيء يعني القيمة هنا ستكون فارغة ثم بعد ذلك نتحقق من الفايل القادم في الهتي تي بريكوست عن طريق هذا الفيو مودل إن لم يكن فارغا يعني إن كان يوجد هنا الكامل الف سنقوم في الأول بالحصول على مصار الوصول إلى مجلد الابلود من خلال الهوستين الذي عملنا انجكشن له ثم الوبروت باث الذي يمثل مجلد داب 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 روت ثم نقوم بدمجه مع الابلود من أجل الحصول على مصار الوصول إلى هذا المجلد كاملا ونخزنه في هذا الفرياب الذي أسميناه أبلود ثم الفايل نيم لي هو اسم الملف الذي نقوم بعمل أبلود له سيكون هو الملف dot file name ثم هذا المصار كاملا سيكون هو الدمج بين مجلد الابلود وبين اسم الملف الذي نقوم بعمل أبلود له ثم نقوم بنسخ هذا الملف في model dot file نعمل له copy to في هذا المصار في الفول باث وطريقة النسخية create سنقوم بإنشاء الملف تمام ثم بعد ذلك هنا البوك الذي نعمل له save سنقوم بحفظ الimage url الimage url ستساوي ماذا ستساوي هذا الفرياب بالفايل نيم الذي سيأخذ قيمته هنا يعني سيكون هو اسم الملف إذا لم يأخذ اسم الملف سيكون قيمته فارغة نقول له فايل نيم تمام لكن قبل أن نعمل تنفيذ للتطبيق بغرض التحقق منه سنأتي إلى الكرييت هنا إلى الفورم في الفيو وتحديدا في الفورم وسنقول له الانك تايب أتربيوت سنعطيها القيمة ملتي بارت فورم ديتا لأننا سنقوم برفع ملفات أو بيانات فبالتالي وجب أن نحدد الانك تايب تركيز هنا إنك تايب إكوالس توميلتي بارت على فورم ديتا لنسمح لهذا الفورم بإرسال فايلز في الاشتيتي بريكوست الفايل سيتم إرساله عن طريق هذا الانبوت تايب إكوالس فايل الذي اسمه فايل ثم سنتعامل معه هنا عن طريق هذا الفيو موديل نتحقق إن لم يكن فارغا نقوم بحفظه ثم بعد ذلك نحفظ ما صاره في الامج يورال البروبرتي الخاصة بالبوك أوبجيكت ثم بعد ذلك نحفظ البوك كاملا ليتم حفظ الامج يورال الخاصة بهذا البوك نعمل كونترول اس ثم كونترول افايف من أجل استعراض هذه العملية ننتقل إلى البوك ثم كريت نيو سأنشئ كتابا جديدا نيو بوك نيو ديسكريبشن ثم أختار صورة الكتاب أختار مثلا أي صورة ولتكن مثلا هذه الصورة المؤلف ثم كريت لاحظوا تم إضافة الكتاب بنجاح سأقوم بعرض الصورة هنا في هذه الليست كيف ستبيل إلى ذلك الليست طبعا موجودة أين موجودة في الاندكس فيو الخاصة بالبوك يعني هنا في الاندكس سأتي بعد الفول نيم سأضيف model.imageurl ولا بلاش imageurl ممكن أن أتي وأكتب image ثم هنا أضيف تري جديدة ثم image source أي لا توجد الصورة توجد في مجرد واسم الصورة هو item.imageurl لأننا نخزن اسم الصورة هنا ثم أعمل ctrl s آتي وأستعرض الصورة بالفعل تم عرض الصورة للعنصر الأخير والعناصر الأخرى لا توجد لها صورة تم عرض هذه الآيقونة التي تدل على أنها لا تتوفر على صورة هنا الصورة تحتاج إلى تنصيق ممكن أن أعطيها بعض الكلاسات يعني أنشئ ملف CSS وما إلى ذلك أفضل أن أعطيها هنا لأن عندي خاصية واحدة سأعطيها الويدز مثلاً 64 بيكسل أفضل أن أعطيه كلاس خاصة بالبوتستراب تسمى image thumbnail ثم ctrl s ثم أأتي وأعمل refresh هكذا صارت أفضل هنا هذه الصورة أحبتي فيها بإمكاني الاستغناء عنها يعني أتحقق من أن الـ image URL تحتوي على قيمة إن كانت لها قيمة أقوم بعرض الصورة وإن لم تكن لها قيمة أترك الأمر فارغاً أو أعرض الصورة افتراضية سأترك الأمر فارغاً سأأتي إلى هنا إلى هذه الصورة وأقول له if item dot image URL not null إن لم تكن null سأقوم بعرض الصورة بكل بساطة وأعمل ctrl s ثم أعمل refresh هنا هكذا أعتقد صارت أفضل وهذا الـ table بدوره ممكن أن أطبق عليه بعض الصيلات الخاصة بالبوتستراب يعني هنا الـ table سأعطيه مثلاً class table bordered ليكون مؤطر أعطيه أيضاً table striped ليكون كل سطر بلون ثم أعطيه table hover ليكون عليه تأثير حينما أمرر عليه الماؤس save ثم refresh هكذا أعتقد صار أفضل تمام هنا بـ details أيضاً أحتاج إلى عرض صورة الكتاب في details بكل بساطة سأنسخ هذه الـ image أو أنسخ السطر كاملاً الـ if وزيل هذا الفراغ أنسخ الـ if ctrl c ثم أأتي إلى details أضع هنا data ثم description سأضع الصورة طبعاً سأحتاج إلى تعديل هنا سأكتب image ثم هنا الـ item يمثله ماذا يمثله الموديل تمام هنا 64 أعطيه مثلاً مئة أو 28 لأن التفاصيل ستكون أكبر مثلاً ثم أأتي وأعمل refresh هنا هكذا صار أفضل طبعاً إذا لم تكن هناك صورة لن تظهر الصورة ممكن أن أضيف الـ image فمثلاً هنا سأضع الـ if قبل الـ DT ثم أخرج الأمر هكذا أعمل ctrl kd ثم أزل هذا الفراغ حتى أن هذه الـ image تظهر إذا تحقق الشرط إذا لم تكن هناك صورة لا تظهر هذه العناصر من أساسها أعمل ctrl s ثم أأتي وأعمل refresh لاحظوا اختفت الصورة إن كان هناك صورة ستظهر تماماً هكذا صار أفضل أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في شرح كيفية عمل upload للصور وكيفية التعديل على الموديل الذي كان موجود عندنا مسبقاً أدعو لكم جميعاً بالتوفيق والسداد ونلتقي في الدرس المقبل بحول الله وقوته دام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر